اشتركوا في القناة اه عزيزي عزيزتي طبعاً نحن من اللحشي نحشي دائماً بصفة المذكر فدائماً اسمحوا لي من اقول عزيزي دائماً او ابني او بنتي فعدنا موضوعنا لهذا اليوم هو الفصل الاول وهو مجموعة الاعداد المركبة مجموعة الاعداد المركبة هي المجموعة الاكبر والمجموعة الاشمل اللي راح ندرسها لهذه السنة مجموعة ما درستها قبل يعني شل أستاذ ما درسناها قبل ابني وابنيتي في مراحل الابتدائية درسونا مجموعات اللي هي مجموعة الاعداد الطبيعية درسنا مجموعة الاعداد الكلية درسنا مجموعة الاعداد الصحيحة وطبعا هذا الكلام كله باباتي راح كله راح أكتب لكم إياه لأن ذني أساسيات يعني أرجو أن توثقون هذا الكلام كله تحطو لكم درس يعني خلو لكم عفوا نتخلو لكم دفتر خاص بالمحاضرات الأونلاين لأن المعلومات اللي تندكرها ذني مو شرط يكون كلهم بالملازم فابني وابا وابنيتي المعلومات اللي دع نحكيها هنا ذني أساسيات مو بس بالرياضيات ثقوا بالله مو بس بالرياضيات تفيدكم تفيدكم بالفيزياء تفيدكم بالكيمية شكوا مادة تحتاجون بيها الحسابات الرياضية هالمعلومات اللي راح نحكيها اليوم راح تستفادون بيها فنرجع للموضوعنا أنه المجموعة اللي احنا بصدتها لهذا اليوم مجموعة الاعداد المركبة هذه نتيجة لعدة مجامع درستوها في المراحل الدراسية السابقة خلنجي ناخذ فنبذة مختصرة عن المجامع الدرسناها لما لها من علاقات وثيقة بمجموعة الاعداد المركبة ركزوا ياي على الصبورة انتبهوا ياي باباتي انتبهوا ياي ابنيتي ومثل ما قلت لكم بابا يا ريت لو تخلون دفتر استجلون بيه الملاحظات تخلو لكم دفتر استجلون بيه الملاحظات اللي راح نكتبها لأن هذن الملاحظات راح يعيشنوا ياكم من الان الى نهاية السنة كل موضوع وكل مفصل من مفاصل الرياضيات قلتوا ذنن نكون حاطيهم قدام عيونكم لأن راح تستفادون من عيدهم مجموعة الاعداد المركبة قلت لكم هذه المجموعة الاشمل والمجموعة من جهن وحدة وحدة اول مجموعة درسناها في مراحلنا الدراسية هل تسمى مجموعة الاعداد مجموعة الاعداد الطبيعية اللي چننا نرمزلها بالرمز ان شنية العناصر شنية الارقام اللي موجودة في داخل هاي المجموعة كل بسيط من الواحد والثنين والثلاثة وشيليدك لي فوق يعني كل العناصر ابتداء من الرقم واحد فمن ايجينا صنفنا مجموعة الان لقيناها قوس مجموعة واحد اثنين ثلاثة اربعة الى ما لا نهاية هذه العناصر اللي كتبتها قدامكم تسمى مجموعة الاعداد الطبيعية يرمز لها بالرمز ان تبدو بالواحد استاذ والصفر اقول لك لا الصفر ما موجودة بهاي المجموعة هذا العلم الحديث دا نحجي عليه ماذا نحجي على الكتب القديمة بالكتب القديمة نعم كان يحطون الصفر وياها هسنا الحلم الحديث شوي يتطور اذا اول مجموعة واصغر المجاميع الدرستوها هي مجموعة الاعداد الطبيعية من الواحد الى ما لا نهاية من العناصر المجموعة الثانية تسمى مجموعة الاعداد الكلية طبعا هذا الرمز مالتها الدبليو مختصر لكلمة الهول ننظر مجموعة الاعداد الكلية شا الضم تبدي بالصفر شوف هذا العلم الحديث فقلنا احنا باباتي قبل كان الصفر حاطيها بمجموعة الاعداد الطبيعية بالكتب القديمة ما للثمانينات العلم الحديث قال لا الصفر حطينا له مجموعة جديدة حطيناه في مجموعة جديدة صفر والواحد والثنين والثلاثة والأربع لا ما لا نهاية يعني الفرق بين المجموعة الاولى والمجموعة الثانية هي الصفر وهذه ثاني مجموعة درسناها في حياتنا الدراسية المجموعة الثالثة وهي المجموعة الأكبر من ذن الثيناتين مجموعة الاعداد الصحيحة يرمز لها مجموعة الاعداد الصحيحة يرمز لها بالرمز الزت يرمز لها بالرمز زت يا بشيني الزت نجي ناخذ عناصرها الزت الزت يساوي قاوس مجموعة صفر والواحد والثنين والثلاثة إلى ما لا نهاية وبعد الأعداد السالبة سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إلى ما لا نهاية يعني مجموعة الأعداد الصحيحة تشمل كل العناصر الصحيحة المابيها لا قسور ولا جذور موجبتها وسالبتها والصفر لذلك سميت بالصحيحة شنو معنى الصحيحة خالية من الكسور خالية من الجذور فلذلك تسمى مجموعة الأعداد يعني عدد صحيح مابي لا مقام ومابي جدر زين هذه مجموعة الأعداد الصحيحة اللي احنا درسناها في مرحلة السادس الابتدائي السادس الابتدائي فلذلك ابن بابا مجموعة الأعداد الصحيحة هذه عناصرها المجموعة الأكبر من مجموعة الأعداد الصحيحة اللي احنا درسناها في صف الأول المتوسط هي مجموعة الأعداد النسبية شو تنتبه عليها شين هي مجموعة الأعداد النسبية عينك عليها هنا باباتي النقطة رقم ثلاثة عفونا النقطة رقم أربعة هي مجموعة مجموعة الأعداد النسبية باباتي هاي نرمز لها بالرمز كيو مجموعة الأعداد النسبية يرمز لها بالرمز كيو شيني الكيو الكيو هي A على B حيث أن A والB عناصر تنتمي إلى R والB لا يساوي صفر أكفت فقرة شيني الـ R هسا رح نجي ناقذها كمجموعة خامسة أركز على هاي الفقرة بابا معنى أن الـ B لا تساوي صفر ليش؟ هنا الـ B لا تساوي صفر وما هي مجموعة الأعداد النسبية باباتي نصريح لهم الكسور يعني الأعداد البيها كسور يعني 2 على 3 وين تخلي الـ 2 على 3؟ تخلي ليها هنا مثلا أقول لك هنا ماكو كسور تخليها هنا ماكو كسور يقول لي هنا بس رقامة تيادية تخليها هنا ماكو كسور فلذلك وجدت مجموعة الأعداد النسبية حتى تخلصني من هذا الإشكال اللي هي شغلة الكسور لكن هنا باباتي مو كل شيء أقدر أحله عدفت شرط أساسي بي احنا شغلنا باباتي على هذا الشرط شينو معنى الـ B لا تساوي صفر؟ يقول لي مثلا باباتي إذا أتحطيت هنا قيمة الـ B قيمتها صفر مثلا أنا عد 3 على صفر اش قد قيمة 3 على صفر؟ ابني بابا يا بنيتي 3 على صفر تسمى كمية غير معرفة ما لها تعريف بالرياضيات لحد الآن العلم مالتنا ما أعرف لها نتيجة يعني المقام إذا كان يساوي صفر فالناتج مالته يساوي كمية غير معرفة يعني ما لها نتيجة وهذه المعلومة مهمة جدا جدا هذه المعلومة راح نستفاد منعدها بالفصل الأول راح نستفاد منها بالفصل الثاني شيني هاي المعلومة؟ احفظيها بالشكل التالي اي كمية اذا قسمتها على صفر الناتج مالته يساوي كمية غير معرفة هذا قانون هذا تحفظ لي المقام اذا كان يساوي صفر كمية غير معرفة شيني معنى كمية غير معرفة ما لها وجود باباتي لحد الآن ما حد يعرف لها نتيجة مالتها شودك مش الحاسبة مالتك وقسم ثلاثة تقسيم صفر شا تطلع لك؟ تطلع لك اي بالضبط هاي الحاسبة مالتك اهيج قسم يا بأخذ ثلاثة تقسيم صفر راح تطلع لك هنا النتيجة اي ارار قيمة غير موجودة فلذلك ابن بابا هذي اريك تحفظ لها الملاحظة الملاحظة كلش مهمة قيمة مهمة جدا هذي الملاحظة راح نستفاد منعدها بالفصل الثالث بالفصل الرابع كلش مهمة هاي الملاحظة انه اذا كان المقام يساوي صفر فان الناتج كمية غير معرفة زين استاذ اذا كان الصفر بالباصد ناتج مات صفر اذا عكس هاي الملاحظة حتى لا تخربط صفر على اي رقم عدى الصفر اي كمية عدى الصفر الناتج ماتي ساوي صفر هذه الملاحظة ايضا اريدك تحفظ هباباتي يعني الصفر اذا كان بالبسط الناتج ماتك دائما يطلع صفر الصفر اذا كان بالمقام كمية غير معرفة شوف هذا اللي خربط بها الطالب الصفر اذا كان بالبسط الصفر اذا كان بالبسط هذه نتيجة تسماقي متى تساوي صفر بشرط ان المقام لا يساوي صفر اما اذا الصفر كان بالمقام فهنان المشكلة تطلع ان الناتج مالك كمية غير معرفة هذان الملاحظتين تحفظ ذياها نسجل هنا يمك عدك دفتر قلت لك انا اطلع دفتر ابني بابا بنيتي مو مخلي الموبايل عليك وحاط رجل على الرجل قاعد بس تسمع هذا مو دراسة ابني اريدك تكون جاد فعلا بدراستك انت باباتي لازم تنتبه انت لازم تركز لازم تقنن تفكيرك اترتب امورك بحيث انه هذه المادة تستفاد من عدها هذان الملاحظات ادي نحجيهين قلت لك راح اجلنا بالاسئلة بالمسائل مثلا احلي سؤاله ويطلع لهذا الناتج ماته انت لازم تعرف ابني بابا ابنيتي بابا وليدي ابنيتي لازم تعرف ان هذه تطلع لكمية غير معرفة مسائل هواية راح انحلها الصفر انقسم على رقم لازم تعرف النتيجة مات تقييمتها صفر فلذلك هاي المعلومات ادي نشرحها هسه في بداية المحاضرة الاولى وكذلك المحاضرة الثانية وكذلك المحاضرة الثالثة هذاني المعلومات انا اسميه الاساسيات هذاني كون وياك يظلن عايشات وياك قدام عينك يا موضوع الطبي كون ذاني موجداء قدامك هذاني منذطيكم ياهن ابني بابا ابنيتي ترى معتباطا ولاعدنا وقت كافي على موضع طيهن ولاعدنا مضيعا للوقت اردن ضيع وقت بيهن لا بابا تترى ذاني عايشا مياك مثل ما قدت لك هذاني مهمات جدا فلازم تحط لك دفتر وتكتب الملاحظات هذاني لان ذاني ترى ما موجدات بالملازم ابني بابا هذاني ما موجدات بالملازم زين نكمل موضوعنا والمجموعة الاخيرة اللي احنا درسناها المجموعة الاخيرة اللي احنا درسناها وهي مجموعة الأعداد الحقيقية هذه درسناها في صف الثالث المتوسط وبالرابع وبالخامس علمي اللي نرمز لها بالرمز R حسنا رح نجي نفتهم ال-R اللي هي هذه هنا حجيتها شوفها زين ركز على صف عباباتي هنا رقلنا الأي والبي تنتمي لـR هي أصلا موجودة بالأعداد النسبية شنية ال-R ال-R التعريف مالتها الجذر التربيعي للأي الجذر التربيعي للأي حيث أن الأي هو عنصر ينتمي في مجموعة الأعداد النسبية مهما كان كسر جذر العفوان كسر عدد صحيح بشرط أن يكون الأي أكبر أو يساوي لصفر بمعنى أن مجموعة الأعداد الحقيقية ليست كل الأعداد المطلقة هم بيها شرط وقفني هم بيها شرط شتفني شنوى هذا الشرط؟ الشرط هنا ده يقول لي أن قيمة الأي بمعنى أن الرقم اللي تخليه بطن الجذر الرقم اللي تحط لياب داخل الجذر هذا لازم يطلع للرقم من صفر وفوق نحن اشتاد شون ما افتهمناها أنا وضح الكاهة بالأمثلة التالية عينة كم باباتي عينة كم هنا على هاي صبورة كأمثلة الجذر التربيعي للأربعة عدنا الجذر التربيعي مثلا للخمسة وعشرين الجذر التربيعي للمية هذن كلهن أو حتى الجذر التربيعي للصفر هذن كلهن إتا حافظ القيم مالتهم شلون حافظ القيم مالتهم ابن بابا شون حافظ القيم مالتهم يعني الجذر التربيعي للأربعة إتا حافظها حفظ الأربعة جذرها يساوين اثنيا عدك الجذر التربيعي للخمسة وعشرين التحافظ قيمتها تساوي لخمسة من أقول لك الجدر التربيعي للمية تقول لي استاذ قيمتها عشرة الجدر التربيعي للصفر يساوي جد صفر لكن أنت تعرف هنا ليش الجدر التربيعي للأربعة قيمتها اثنيا افتهمت ليش الجدر التربيعي للخمسة أو عشرين تساوي لخمسة هس فهمك الجدر التربيعي للأربعة يساوي اثنيا لأن الثنين إذا تضربها في نفسها الناتج يساوي أربعة والأربعة هذا هو اللي إحنا حطيناه في داخل الجذر التربيعي من أقول لك الجذر التربيعي للخمسة وعشرين تساوي خمسة ماذا معنى؟ ماذا تجاوبني؟ تجاوبني أستاذ لأن الخمسة في خمسة تساوي لخمسة وعشرين إذن الخمسة وعشرين إذا حطيناها في داخل الجذر التربيعي يساوي لخمسة كذلك العملية جذر مية يساوي عشرة ماذا معنى؟ لأن العشرة في عشرة تساوي نمية إذن بالتأكيد المية إذا خليناها في داخل الجذر التربيعي راح يطلع الناتج يساوي لعشرة الصفر شنو في المين؟ يابا ما بيشي صفر في صفر شقدت؟ صفر فإذن هناك كذلك الحال من أقول لك أن الصفر في صفر الناتج ماتك يساوي صفر معنى ذلك أن الجذر التربيعي للصفر ماتك يساوي لصفر لكن من أردس إليك أقول لك ابني بابا أريدك تطلع للجذر التربيعي للسالب أربعة إيش قيد؟ ما تعرف أقول لك حقك ما تعرف ليش؟ لأن هستاذ دورت بالأعداد الموجبة بالأعداد اللي موجودات بالار ما راح تلقى رقم تضربه في نفسه يطلع الكياسة في نفسه يطلع الكياسة سالب أربعة ماتك شو دي شوف لي هستاذ أعداد الأرقام كلها أضرب لأي رقم في نفسه يطلع لكن نتيجة هنا لسالب أربعة ما قل أستاذ اثنين أقول لك ابني بابا إذا تأخذ الثنين أقول لك اثنين في اثنين تساوي لأربعة وليس سالب أربعة إذن الجذر التربيعي للأربعة يساوي اثنين وليس جذر سالب أربعة كذلك يقول لأستاذ سالب اثنين أقول لك ولا يهمك سالب اثنين في سالب اثنين تساوي أنه أيضا موجب أربعة لأن مثل ما تعرف أن السالب في السالب شطينا باباتي موجب فبالنتيجة باباتي لا 2 في 2 تطيك 4 ولا سالب 2 في سالب 2 عفوا لا 2 في 2 تطيك التسالب 4 ولا سالب 2 في سالب 2 تساوينا سالب 4 إذن هنا مجموعة الأعداد الحقيقية وقفت لهنا قلت لكان الرياضيات لهنا وقفت لكن العلم لازم يتطور العلم لازم يمشي الرياضيات ما توقف عند حد ما بها خطوط حمراء يقول لك كمل ما عدف النظام يقول لك والله هنا أنا وقفتها هي بعد لازم نروح نطلع نتيجة للجذر التربيعي للسالب 4 فهنا توسعت المجاميع شلون توسعت طلعون مجموعة جديدة خاصة بإيجاد الجذر التربيعي للعدد السالب سميت هذه المجموعة بمجموعة الأعداد المركبة إذن شنو هاي الفائدة من المجموعة طبعا قلت لكماني هذا الحديث ماد في كل أرض وصل لهذه النقطة بحث موضوعنا مجموعة الأعداد المركبة شوفوا مين جبتك إياها أعيد الكلام أعيد الشرح من جديد حتى تباوعوا يا يزين أعيد الشرح من جديد اتبه علي يا باباتي مجموعة الأعداد الطبيعية ومن ثم أخذنا المجموعة الأكبر مجموعة الأعداد الكلية ثم أخذنا الأكبر من عدها مجموعة الأعداد الصحيحة ثم أخذنا الأكبر من عدها مجموعة الأعداد النسبية ثم كبرت المجاميع أخذنا مجموعة الأعداد الحقيقية لكن من وصلنا إلى فد نقطة سدت الطريق بوجهي طلعت لمجموعة أكبر من عدهن هذن كلهن اللي هي مجموعة الأعداد المركبة إذن هسهنا بحث موضوعنا راح ندخل بي يعني هذا المقدمة هذا المدخل لمجموعة لماذا وجدت مجموعة الأعداد المركبة هذا المدخل لمجموعة الأعداد المركبة أريد أوضح لك ابن بابا ليش دا ندرس إحنا مجموعة ليش قاعد يخترعوا لمجموعة جديدة هو هن ذن المجامع وفضت خلصت لا باباتي إحنا حياتنا بحيات بها معادلات يعني اللي بني لك جسر هذا خاضع لمعادلات معينة يلا بني الجسر هذا مثلا الصاروخ اللي طلعوا للفضاء هذا ما طلعوا جابوا جد حولة جداح وطلعوا للفضاء باباتي هذا سووا معاملات وسووا فتع عمليات حسابية قوية شبيرة كلش يلا قدروا من ضمن هاي المعادلات بعض المعادلات اللي تطلع لك بيها جذور سالبة فهنا أنا لازم نجد لها مجموعة جديدة هاي المجموعة تسمى مجموعة الأعداد المركبة فإذن ابن بابا هس تنتبه علي شنية مجموعة الأعداد المركبة فهذا الحشي كل اللي حجيته آني مدخل مجرد مدخل وأساسيات ومثل ما قلت لك ابني بابا ابنيتي هاي المعلومات اللي حجيتها هنا كلها مهمة جدا وثبتوا ليها قدام عيونكم اجينا إلى مجموعة الأعداد المركبة السادسة السر اللي راح ندرسها ستة مجموعة الأعداد المركبة إذن حال حال باقي المجامع مثل ما المجامع ذا النيشة طيناها الرموز هاد هم بها رمز مجموعة الأعداد الطبيعية طيناها رمز N مجموعة الأعداد الكلية طيناها الW مجموعة الأعداد الصحيحة طيناها رمز Z مجموعة الأعداد النسبية طيناها الQ ومجموعة الأعداد الحقيقية طيناها R وذا أني قلت لكم باباتي الرموز ترنين حفظا يعني كل مجموعة وقدامها الرمز مالتها مهم جدا مجموعة الأعداد المركبة شن رمزها الرمز مالتها باباتي يرمز لها بالرمز C capital C capital C شن تعريفها مجموعة الأعداد المركبة مجموعة الأعداد المركبة ابن بابا تعريفها هو بالشكل التالي C تساوي A زائد B I حيث أن عرفنا هذا شنو معنا حيث أن A والB عناصر تنتمي إلى R والI تساوي الجدر التربيعي للسالب واحد هذا تعريف مجموعة الأعداد المركبة من بابها إلى محرابها يعني هذا الفصل ماتك كله من بداية النهاية ملخص ماتك بهذه الجملة الرياضية البسيطة لكن هذه الجملة الرياضية بابا بيها هواي معاني راح نقسمها بالشكل التالي الفقرة الأولى هي هاي الفقرة الثانية هي هاي والفقرة الثالثة هي هاي راح نقسمها على ثلاث فقرات الفقرة الأولى أعيد الفقرة الأولى A زائد B I الفقرة الثانية A و B عناصر تنتمي إلى R الفقرة الثالثة هي الـ I تساوي الجذر التربيعي للسالب واحد راح نجي ناخد تفاصيلهم راح نعرف شنو معنى A و B تنتمي A زائد B I ومن ثم راح ناخذ A و B تنتمي إلى R شنو معناها ثم ناخذ الفقرة الثالثة ألا وهي أن الـ I تساوي الجذر التربيعي للسالب واحد ركزوا إياه ونتبهوا علي يلا هنا كم نهس الكل مثل ما حشيت هذا الكلام كل اللي حشيته سابقا كل أساسيات مقدمة ومدخل لبداية فصلنا لهذا اليوم ألا وهو مجموعة الأعداد المركبة ذن أساسيات ابن بابا اجينا هسا للموضوع الأول أو الفقرة الأولى ما هي A زائد B I عينك عليها وركزوا يا بابا تزين هذا A زائد B I إلى تسمية مثل ما قدت اسمك حسين فلان اسمك عباس أنا اسمي طلال فلان اسمه إلى اسم خاص به هذا إلى اسم A زائد B I هذا إلى اسم شي اسمه استاذ هذا يسمى الصيغة العادية للعدد المركب أو الصيغة الجبرية للعدد المركب هذا العدد المركب ليس عدد المركب لا إلى اسم خاص إلى صيغة هذا العدد المركب يسمى الصيغة العادية للعدد المركب أو الصيغة الجبرية للعدد المركب هذا المصطلحين تحفظيهن هذا الشغلات يجنب التمارين كسؤال يجيني ضعب الصيغة العادية للعدد المركب لازم ما نفتيب سيدي معنى الصيغة العادية للعدد المركب يا ابن إذن الA زائد BI هو اسمه تسميته يسمى الصيغة العادية للعدد المركب اسمه هذا هي شيء يقول زين هذا الA زائد BI لماذا سمي عدد مركب ليش هو سمينا عدد مركب خلو نسميه العدد الجميل خون سميه العدد اللطيف خون سميه جمع حد دين ايش معنى هالكلمة هاي بالذات وطبعا هي المصطلح مالحة الصحيح اللي هو اسمه الكمبلكس المعقد او المركب ليه اش اختاروا هاي التسمية بالذات لماذا سميه بالعدد المركب اردف تهمه على مدى الطبه هنا لبعد ما تطلع ليه اش دا سميه عدد مركب لسبب بسيط جدا هذا وليه دي بابا مكون من جزئين شنن يا ساد مكون من جزئين الجزء الاول هو هذا الاي والجزء الثاني هذا اللي هو بي اي مكون من جزئين مركب من جزئين مشكل من جزئين يتركب ويتكون من جزئين فلذلك سميه بالعدد المركب ايجيتها وحدة وحدة فقرة فقرة شوية عنا كم ابن بابا الاي واحدة هذا سمينا الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي وعدنا البي اي يسمى الجزء التخيلي شنو الجزء الحقيقي شنو الجزء التخيل ليه شهذا سميناه حقيقي وهذا سميناه تخيلي لسبب بسيط جدا ابن بابا الاي ما بها الوحدة التخيلية اللي هي الاي اللي قيمتها جذر سالب واحد الاي هو الوحدة التخيلية فالوحدة التخيلية وين متروح صارت تخيلية فهنانا الاي ما بها اي فلذلك الاي يسمى الجزء الحقيقي لأنه خالي من اي يعني ينتمي الى مجموعة الاعداد الحقيقية زين اذا ببساطة باباتي هسا برد نطبحنا بالتعمق بالتفاصيل بالتها المملة الجزء الحقيقي ببساطة هو الخالي من اي اذا هسا شو تستنتج لي شنو الجزء التخيلي بالله شو تصفلها بابا اذا كان الجزء الحقيقي ما بي اي خالي من اي اذا شنو الجزء التخيلي عافي عليك بي اي تعبير نمصطلح نقول بي اي بمعنى انه الجزء التخيلي هو الجزء الذي يحتوي على اي اذا اهنان عندنا قاعدة راح تصير كل ركزوا يا ايباباتي كل رقم كل حرف كل متغير ما القى بصف اي هذا كله نسميناها الحقيقيات وهاي الملاحظة ثبتها يمك وحفظها اعيدها كل رقم حرف متغير ثابت ما اشوفه بصف اي هذا اسميه حقيقي وكل عدد رقم حرف متغير ثابت القى بصف اي مضروب بالاي هذا اقول عليه تخيلي اذا هذا هو الفاصل ليش هذا حقيقي وهذا تخيلي ببساطة الحقيقي باي العفو الا الحقيقي ما باي والتخيلي باي الحقيقي ما باي خالي من اي اما الجزء التخيلي فهو باي القبص افل اي اللي تسمى الوحدة التخيلي اذا هذا تفاصيل الاي زائد باي لكن اكف التفاصيل دقيقة جدا بعد خلنفتهم شنية البي اللي هو هذا البي بس البي شنو هذا البي ابني بنيتي بابا البي هذا يسمى معامل اي شنو معامل اي العدد باي العدد المضروب بالاي اذا ابني بابا اعيد الكلام اعيد الحاج اللي يحشيتها من بداية قلنا الاي زائد باي الاي زائد باي هو العدد المركب ويسمى الصيغة العادية للعدد المركب او الصيغة الجبرية للعدد المركب لو هاي التسمية ركز لي على هاي الكلمة او هاي الكلمة لو نسميها الصيغة العادية للعدد المركب او نسميها الصيغة الجبرية للعدد المركب هسا راح ناخد تفاصيله هذا الاي زائد باي بتفاصيل اي نعم بتفاصيل الاي هذا نسميه الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي البي آي كلها البي والآي الثنيناتهم يسمى الجزء التخيلي لماذا سميه هذا حقيقي وهذا تخيلي؟ ببساطة الحقيقي ما بي آي والتخيلي بي آي اجيت الفقرة الاساسية والمهمة جدا هذه البي البي شي تمثلي معامل آي العدد المضروب بالآي فاستهنان ابن بابا نيكي اردفتهم الفقرة الثانية شن علاقتها بالفقرة الاولى الفقرة الثانية جدا توضح لي تقول لي يا بل اي اي رقم اي رقم الثنيا مثلا يعني على سبيل المثال شو عينك عليي هنا اريد ااخذ آني الثنيا اريد ااخذ الخمسة اريد ااخذ الواحد على ثلاثة اريد ااخذ الجذر التربيعي للسبعة اريد ااخذ مثلا سالب ثلاثة اريد ااخذ سالب اثمنطعيش ارقام اعتيادية هذن الارقام ابن بابا كلهم اعداد حقيقية ليش ما بهن اي اذا هذا ينتمي الى ار هذا ينتمي الى ار هذا ينتمي الى ار هذا ينتمي الى ار كذلك هذن لكلهم تنتمي الى ار سالب ليش ببساطة ما بهن اي اي رقم اي حرف حتى لو اجتنا الـ X مثلا الـ X أقول لك ها تنتمي لـ R أستاذ ليش تنتمي لـ R بابا الـ X هنا قيمة ما بها I إذن تنتمي لـ R الـ Y أستاذ ها شي تسميها حقيقية نعم حقيقية تنتمي لـ R أستاذ ليش تنتمي لـ R أقول لك ما بها I نفس هدا للأرقام نفسهم خلي أخلي بصفة I تحولت الحالة اختلفت هنه نفسهم أعداد حقيقية لكن إن واحد منعدهن نضرب بالـ I بذاك الوقت صار تخيلي إذن معنى ذلك ابن بابا خلي أوضحك إياها هاي الثنين دخلي أضربها بـ I يعني أسويها الثنين I الخمسة صارت خمسة I الواحد على ثلاثة واحد على ثلاثة I جذر سبعة سالب ثلاثة انضربت بالـ I سالب ثمنطعش انضربت بالـ I الـ X انضربت بالـ I الـ Y انضربت بالـ I هذن سميناها ابني هذن سميناها حبيبي هذن سميناها أجزاء تخيلية ليش أجزاء تخيلية؟ لأن انضربت بالـ I فلذلك هذا ينتمي إلى شنو سي نرجع الموضوع نه شنه السي الصيغة للعفو تعريف الأعداد المركبة أو رمز الأعداد المركبة هذا ينتمي إلى سي ينتمي إلى سي ينتمي إلى سي ينتمي إلى سي وكل هن هذن راح ينتمن إلى سي لاحظ الفرق باباتي الصلاح تفتهمك شنه الفرق بين هذا وهذا هذن الأرقام كلهن هذن الأرقام كلهن أعداد تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية حسب تعريف الأي عدد حقيقي البي هذا الرقم هو قيمة بي هذا الرقم قيمة قيمة بي هذا الرقم قيمة قيمة بي يعني سهنان قيمة البي قد تساوي لي جذر سبعة هنا قيمة البي قد تساوي لي سالب ثلاثة هنا قيمة البي قد تساوي سالب ثمنتعش هنا قيمة البي قد تساوي X هنا قيمة البي قد تساوي Y إذن هذن الأرقام كلهن باباتي عزيزي هذن الأرقام كلهن اللي ما بيهن I سميناهن حقيقيات اللي بيهن آن سميناهن تخيوليات إن شاء الله واضح هذا باباتي الأولى مجموعة الاعداد المركبة مجموعة الاعداد المركبة مجموعة الاعداد المركبة سمينا الجزء التخيلي والبي وحدها تساوي معامل اي هسه اوليدي بابا اريدك تنتبه لي لهذا السؤال التالي أجعنا السؤال بالشكل التالي استخرج قيم A والB المنتمع إلى R في كل من الأعداد المركبة التالية استخرج A والB المنتمع إلى R في كل من الأعداد المركبة التالية طلاب دائماً أحجح شاية آني أقول فهم السؤال نصف الجواب ويموح شاية من عدة تسامعيها من أول ابتداء لليوم من أقول لك فهم السؤال نصف الجواب معناها هذا السؤال شل المطلوب من عدك بالضبط آني أردع لك بابا الرياضيات ملعب الرياضيات دقة الرياضيات لازم تفتهم أنت السؤال شيريد من عدك حتى تعرف الشون الجاوبة تضطي أقصى درجات الدقة من يقول لي استخرج أي وبي معناها اش داي يقول لي داي يقول لي استخرج الجزء الحقيقي ومعامل I هاي معناها اش داي يقول لي يقول لي استاذ تخيلي وحق يقول لي يا باب ما قال لي تخيلي قال لي أريد الأي والبي تنتمي إلى R يعني أريد بس الأرقام فراح ناخذ مجموعة راح ناخذ مجموعة من الأرقام أو من الأعداد المركبة ونطلع اللقط من عدهن شنو قيمة الأي وشنو قيمة البي العدد المركبة لي يكون خمسة زائد أ spic 만나ي هذا العدد المركبة بن بابا بالصيغة العادية طبعا مثل ما تعلمنا شن هو الاي وشن هو البي نجل التعريف يقول لي الاي هو الجزء الحقيقي والبي هو معامل اي اذن بكل بساطة بكل بساطة راح نطلع الاي اش قد قيمته والبي اش قد قيمته يا بل اي ماتت قيمته خمسة اما قيمة البي في هذا السؤال يساوينا موجب ثمانية موجب ثمانية الاي ماتت شساوي لخمسة استاذ ليش خمسة لأن هذا الجزء الحقيقي ما بي اي احنا نطلعنا تعريف قلنا الاي تنتمي لار حيث ان الاي هو يمثل الجزء الحقيقي للعدد المركب اذن العدد المركب شكه رقم ما بي اي هذا يعتبر حقيقي اللي هو قيمته خمسة من اجهة للبي البي بابا تركزلي على هاي الجملة ركزلي على هاي الجملة هاي شن هي معامل اي يعني الرقم المضروب بالاي بس اذن الرقم المضروب بالاي هو ثمانية اذن معناه ذلك ان قيمة البي تساوي ثمانية ما افتهمناها اقول له بسيطة بعده موضوع جديد عليك ابني بابا ابنيتي بعد حقك هسه شوية شوية رح تفتهمه شوية شوية وتقوم تبدع بي بس شوية رقزوا يا اي من اجهت الى العدد الثاني مثلا 13 زائد 25 اي شو يا اي اش قد الاي واش قد البي والي ادي بابا بنيتي اقول له ببساطة هذا الاي وهذا البي يعني العدد الما بي اي هذا يمثل قيمة الاي والعدد البي اي يمثل قيمة بي اذن معناها ان الاي مال تتساوي ل13 والبي مال تتساوي 25 موجب 25 الاي قيمة 13 والبي قيمة 25 جيد اجهت الفقرة رقم 3 المثال رقم 3 وهو عدنا سبعة ناقص اثنين اي شو دي خنطلع سوية اش قد قيمة الاي واش قد قيمة البي اقول له بسيطة الاي تساوي لنا سبعة شو دي شوف لقيمة البي اش قد تساوي لي شو دي فكروا يا اي اش قد اثنيان اقول لك لا ابني بابا ترى مو اثنين سالب اثنين الرقم ناخذه هو واشارته ما ناخذ احنا بس رقم ناخذه هو واشارته الاي نعم سبعة لكن البي دير بالك ترى مو هاي اثنين اكو قدامها اشارة فدير بالك من الاشارات ناصيحة وليدي بابا ناصيحة الاشارة تهجمي بيوت حطها قدامك هذه اذا عندك ملزمة خليليها عجلات فدفت عبارة فد بونت شبير اكتبها الاشارة حتى اول ما تفتح الملزمة تشوف قدامك بابا ترى تغلطتك والخربط ماتتك كلها بسبب الاشارة يعني هذا باشر عقبه اذا اجاني سؤال معادلة مثلا اردح لها والتب بدل ما كتبت قيمة البي سالب اثنين كتبتها قيمتها اثنيا الحل ماتتك كله من فوق لي جوه راح يتخربط عليك وما راح تاخذ علي درجة كاملة فلذلك ابني بابا احذر احذر من الاشارة قبل لا تفكر بالحل فكر لي بالاشارة مهمة جدا اجاني السؤال رقم اربعة على سبيل المثال خمسة زائد سبعة اي على ثلاثة مثلا هذا اش تسوي له هذا كسر ابني بابا هذا الكسر راح نفصخه هذا نوزعه شلون يعني استاذ ابني بابا خلي بمعلومات هاي التلاثة مقام للخمسة وهي ايضا مقام للسبعة يعني هذه التلاثة ما محسبة بس على الخمسة ولا محسبة بس للسبعة اذن اثنينات هن مقام هن ثلاثة فاذن شا سوي هنا اقول لك وزع اذن الحل ما لتكشيه صير خمسة على ثلاثة والاشارة تنزل سبعة اي على ثلاثة اذن ابني بابا شوف فسا انفصلت هذا الحقيقي وهذا التخيلي شو دخل لعديك اياها قلت لك هاي التلاثة هي مقام للخمسة ومقام للسبعة فراح اوزع الخمسة على التلاثة وكذلك السبعة اي كلها على ثلاثة اذن التلاثة اعتبرت صارت مقام للخمسة وكذلك التلاثة هي مقام للسبعة فهنا لش نستنتج الاي ما تكش قد والبي ما تكش قد الاي ما لتتساوي خمسة على ثلاثة اما قيمة البي فالناتج ما تتساوي سبعة على ثلاثة اذا استاذ ليش ما خليت الاي ارجع وكرر كلامي ابني الاي هذا الوحدة التخيلية انا ما اريد الوحدة التخيلية اريد بس معامل اي السؤال رقم خمسة استخرج الاي والبي مثلا ستة زائد خمسطعش اي على خمسة شو يا اي نفس هذا السؤال الستة على خمسة وخمسطعش اي على خمسة يعني هذه الخمسة هي مقام للستة وهاي الخمسة هي ايضا مقام للاخمسطعش فاللي صار عدي ستة على خمسة زائدا اخمسطعش اي على خمسة اخمسطعش اي على خمسة لكن هناش اللاحظ ابني اللاحظ وجود الاختصال يعني عدنا الخمسة وهاي لخمسطعش ايش قد بيها عشديدك ثلاثة يعني خمسطعش تقسيم خمسة ثلاثة اذن ستة على خمسة زائدنا ثلاثة اي اذن هذا العدد المركب ماتك اللي يصفه استاذ الحقيقي كسر وشي يعني وذا كسر ابني بابا تتعود لازم راح نتعامل ويا كسور راح نتعامل ويا جذور هسه راح تكسل بها جذور فعادي جدا طبيعية لا تخاف من عدل الكسر لسه وعدك رهبه رقم حال حال باقي الارقام وذا ستة على خمسة زين استاذ نقسمه ونطلع بالبوينت ابني بابا اكتابك من الجلاد للجلاد ما نستخدم بالبوينت بس موضوع واحد بالفصل الثالث هذا هو اختصاص البوينت فنهائيا لا فصل اول لا فصل ثاني لا ثالث لا رابع لا خامس نهائيا ما نستخدم البوينت فلهائيا ما تقسم للبسط على المقام قسمة طويلة انا اريده ستة على خمسة هي تشيبقى ستة على خمسة اذا ارجع للموضوع وين الحقيقي وين التخيلي بالتأكيد ان الحقيقي هو قيمة ستة على خمسة اما التخيلي فهو ثلاثة اي كله تخيلي انتبهي الكلامي دا اقول تخيلي وين الاي وين البي اي عاش تيدك يا بل اي ما تقيمة تساوي لستة على خمسة اللي هو هذا اما قيمة البي فالناتج ما تيساوي انه ثلاثة قيمة البي الناتج ما تيساوي انه ثلاثة ركز هذا الاي كله الكسر كله الاي اللي هو الشي اعتبر هنا الجزء الحقيقي اما قيمة البي فالناتج ما تيساوي لمعامل اي اللي هو قيمة يساوي انه ثلاثة زيب اعيد الحل قلنا 6 زائد 15 آي على 5 هذه الخمسة هي مقام للستة وهي مقام للخمسة عش ركز ابني بابا فوزعت الخمسة على الستة وعلى الخمسة عش 6 على خمسة وكذلك 15 آي على خمسة لكن عملية التوزيع شو ولدت لي ولدت عملية اختصار بين البسط والمقام اللي هي القسمة باباتي ده نقسم البسط على المقام 15 تقسيم 5 بيها 3 فاللي يصف عدي هذا كله واحدة حقيقي اللي يسمينا قيمة الأي وهذا معامل آي واحدة اللي احنا سمينا قيمة البي تنبيه مهم جدا على هذا السؤال يرى بالك هذا السؤال رأي حطيك هذا التنبيه لك ومهم جدا اكو بعض الطلاب بعض الطلاب عند مبدأ الاختصار فتشي لا يعلى عليه وحقيقة الأمر عندنا شغلة الاختصار بالرياضيات عندنا بعض المسائل الاختصار مالتا لا يقاوم حقيقة الفتشي مغري جدا يعني شلون يعني ايجا فكر الطالب التفكير التالي قال ستة زائد اخمسطعش آي على خمسة السؤال قال السؤال خلنختصر الخمسة ويا لاخمسطعش قبل لا وزع يختصر الخمسة ويا لاخمسطعش قبل التوزيع بعد ما موزع اي ماشي واش طلعت لبويا يقول السؤال طلعلي الناتج ماتة يساوي ستة زائد ثلاثة آي اذا الاي تساوي ستة وقيمة البيت تساوينا ثلاثة شا تقولون باباتي هذا الحل صح لا باباتي ابدا مو صح لذلك كان في بداية كلام اش قلت تنبيه وحتى ارسخها باباتي الفكرة بذهنك ابني هذا نسمي كفر بالرياضيات ما عندنا هي شي ما كفت شي اسمه تختصر قبل التوزيع اذا ابني بابا اخذ قاعدة اكتبها يمك اكتبها يمك هاي القاعدة لا يجوز الاختصار بوجود الجمع او الطرح بالبسط او بالمقام واذا شفت عملية جمع او طرح بالبسط او بالمقام وسويت الاختصار اذكر هاي الحجاية هاي شنه الحجاية باباتي اتكفرت بالرياضيات ابني اتكفرت بالرياضيات ابنيتي دير بالكم تختصرون بسط ومقام وعدكم عمليات جمع وطرح ومثل ما قلت لكم ترى عندنا بالرياضيات شغلات لا تقاوم تلقى فد ارقام فد مقادير عجيبة غريبة اشحالاتها من تختصر بسط ومقام لكن هاي العملية دا قلكماني من هسه متجوز ومصير نهائيا فهذه واحدة من الملاحظات اللي دائما تخليها ترشيب اذنك بالك وإياك ماذا احجبس الرياضيات السادس تلقاها بالكيمية تلقاها بالفيزياء جماعة التطبيق السنة اللي فات وعيدهم موضوع الاقتصاد هم نفس الشيباباتي هم عمليات رياضية فلذلك ابني بابا هذا الرياضيات واحد وانما تروح تلقى نفسه قواعد الرياضيات هي وحدة فاذن لا يجوز الاختصار بوجود عمليات الجمعة والطرح نهائيا بالبسط أو بالمقام زين استاذ الشوك تختصر ها هذا قدامك الحل ابني بابا وزع واختصر براحتك المهم يبقى لي كسر وحدة اللي تختصره يبقى لي كسر وحدة ما بي لا جمع ولا طرح اما تشوف التجمع او طرح بالبسط او بالمقام فبالك وإياك تختصر من اختصرت معناها السؤال فلت من عندك هذا المثال رقم خمسة زين اجاني المثال الاخر ابني بابا اللي هو المثال رقم ستة مثلا عدنا ثلاثة زائد اي استاذ هذا شلون ثلاثة زائد اي وين الاي وين البي او لا بسيطة حقيقة هو ثلاثة والبي وين الرقم المضروب بالاي قيمتش جاد عشتيدك ابني بابا واحد الرقم المضروب بالاي القيمة مات تة واحد اذا ببساطة الاي تساوي ثلاثة اما قيمة البي هنا قد يساوي لباباتي واحد يعني فتشي طبيعي جدا بالرياضيات انه اي رقم ما القى او اي مقدار ما القى بصفة رقم فالمعامل مات تقيم تة واحد وحتى بالاي اذا الاي تلقاها واحدها معناها المعامل المالت هي يساوي لي واحد زين من اجيت للرقم سبعة سبعة ناقص اي هذا شلون استاذ مصيبة الاي ماتتك سبعة والبي ماتتك قبل شويه سالفنا سالب واحد وليس واحد اذا هنا قيمة الاي مالتي تساوينا سبعة وقيمة البي تساوينا شقد باباتي سالب واحد اذا هذه واحدة من الملاحظات الاخرى ايضا لازم تخليها بالك انه اذا وجد اي خالي من معامل فان معامله يساوي واحد شنو دائما هاي واحدة من الملاحظات اللي ات لازم تركز عليها انه الاي واحدة بس الاي ما لقب صفارقهم المعامل الماتت يساوي لي واحد شو ده خنعزز الفكرة بعد بمثال اخر ثمانية ستة ناقص اثنين اي على اثنين ستة ناقص اثنين اي او خلينا نغير الستة نخليها خمسة ناقص اثنين اي على اثنين هاي شون حل استاد نفس العملية مثل ما حلينا الاسئلة اللي قبلها راح نوزع البصد على المقام خمسة على اثنين ناقصا اثنين اي على اثنين لاحظ هنا اختصار الثنين راح تلوي الثنين شو بقالي خمسة على اثنين ناقصا اي يعني اشقد الاي واشقد البي سهلة شو ديحسبها ويايا قبل لا انا يكتبها شو ديقولها ويايا اشقد قيمة الاي واشقد قيمة البي نعم عاشت ايدك قيمة الاي تساوي لخمسة على اثنين قيمة البي شقاد ورده سالب واحد قيمة الاي تساوي لخمسة على اثنين اللي هي هذه قيمة البي على هاي الملاحظة تساوي لنا شقد ابني بابا ابنيتي تساوي لسالب واحد سؤال التاسع شوف هذا اني كلهم باباتي احنا لحد الان بالفقرة الثانية لحد الان ما انتقلت للفقرة الثالثة اللي هو الاي تساوي جذر سالب واحد لحد الان احنا بالفقرة الثانية لنطلع الاي والبي شون يجينا لعدد المركب بحيث نعرف هذا الحقيقي وهذا معامل اي وهذا تخيلي الفقرة التاسعة او المثال التاسع مثلا اجانا خمسة اي فقط زيان الخمسة اي اريد من عندك الحقيقي شقد والتخيلي شقد هس من اسئلك او اسئلك اقول لكم بابا وين الحقيقي شقد قلولي قلولي استاذ ما هو ما موجود زيان هذه كلمة الما موجود والما هو والما دا شوفه هذه الها صياغ رياضية يعني بالرياضيات الها قيم هالكلمات هاي دا نحكيها احنا ببساطة ما موجود من سئلين باباتي وين اخوتي تقول لي لي والله ما موجود اذا مرتبته بالبيت شقد قيمتها صارت صفر فالقيمة اللي ما موجودة قيمتها صفر باباتي فاذا هنا ابني ابنيتي الحقيقي اللي ما بي اي ما هو اذا هذا انا اقدر اكتبه بالشكل صفر زائدا خمسة اي ليش حطيت الصفر ببساطة ما موجود والما موجود معناها صفر اذا ببساطة هنا على نفس الشكلة الاي تساوي لصفر البي تساوي لخمسة استاذ ليش يا بالاي يمثل هنا الجزء الحقيقي اللي هو قلنا ما موجود والبي يمثل معامل اي اللي هو العدد المضروب بالاي اعيد قلنا عدنا الخمسة اي هذا عدد مركب لكن بي مشكلة هذا العدد المركب موجود من العدد المركب الجزء التخيلي بس وين الحقيقي هسا تبعينك يدام عينك ده تشوف اكو حقيقي ده تشوف اكو قبل الخمسة ورا الخمسة اي حقيقي فدرقهم ما فلذلك هنا العدد الما موجود قيمته تساوي لصفر العدد الغير موجود ماذا تشوف التبعيونك القيمة مالتا تساوي صفر فنقدر نكتب صفر زائد خمسة i معنى ذلك أن هذا هو القيمة مالتا صفر والب هو معامل i بس اللي قيمته مالتا تساوي لخمسة السؤال رقم عشرة السؤال رقم عشرة ليكن مثلا بدأ للخمسة i راح أخلي لك آني خمسة بس بس خمسة بدون i هي هي نفس الفكرة الخمسة حقيقة لو تخيل لابني بالتأكيد هذا حقيقة استاذ ليش أقول لك بابا الخمسة ما بي i لعد هنا نسمينا هذا تخيلي لعد هذا حقيقي فإذا هنا التخيلي ماتت وين التخيلي ماتت ما موجود والما موجود قيمته تساوي لي صفر إذا هذا الخمسة أنا أقدر أكتبه بالشكل خمسة زائد صفر i استاذ هاي الصفر من مين جبته ما موجود العدد المضروب بالi ما موجود زين استاذ يصيران يخلي الى i بكيفي لا دير بالك تلعبه شلعبة آني مو بكيفي يخلي الى i الى i لقيته منه وبي قلت هذا تخيلي واعتبارته تخيلي والحقيقة ماتت صفر لا والله الرقم ما لقيته بصفة i خلص هذا هو واقع حال هذا قيمته جزء حقيقي إذن الخمسة زائد صفر i معناها أن قيمة ال a تساوي لخمسة وقيمة ال b تساوي لصفر إذن نقدر نستنتج إحنا القاعدة التالية ابن بابا نيتي ادفت قاعدة بسيطة راح نستنتجها أنه أي رقم ما موجود أي رقم شنوا باتي ما موجود قيمة تساوي لصفر يعني سواء كان جزء حقيقي أو جزء تخيلي إذا كان ما موجود فالقيمة ماتت تساوي صفر إذن هذه ملاحظة ابن بابا أيضا نكتب لياها الجزء المفقود من العدد المركب قيمته قيمته تساوي صفر الجزء المفقود الما موجود من العدد المقيمة صفر واضح ابن بابا لا خلي شوي نطور شو دي فكروا ياي بهذا السؤال 11 X زاعدا 3 YI ناقصا 2 راح أطيكم مجال 5 ثواني تقولولي اشكت قيمة ال-A واشكت قيمة ال-B وورما أحل شوفوا الحلول مالتكم صحيحة لو خاطئ اباباتي لأن هذا أنا شرحته في بداية حديثي شنو تعريف العدد المركب شو دي أخذوكم 5 ثواني شوفوا لي اشكت قيمة ال-A واشكت قيمة ال-B خلصة الخمس ثواني راح أقول لك شنو قيمة ال-A وشنو قيمة ال-B ابن بابا ال-A القيمة مات X ناقص اثنين وال-B القيمة مات تساوي ثلاثة Y ستقول استاذ ليش أقول لك ببساطة تعريف العدد الحقيقي أنا في بداية حديثي أردربط المعلومات مال التعريف قلت لك شكو رقم وقلت لك اكتبها شكو رقم حرف رمز متغير ثابت ما بي I هذا حقيقي سميناه إذن لو تلاحظ ركزوا يا أية ال-X بي I لا ما بي I إذن حقيقي السالب الثنين بيها I لا ما بيها I إذن أيضا حقيقي فلذلك أستنتج أن ال-X هذا حقيقي ح والسالب الثنين هذا أيضا حقيقي إذن هنا عدنا ال-X حقيقي والسالب الثنين حقيقي إذن الثنينات إن جمعا وصارت شنو X ناقص اثنين لكن من تجينا للثلاثة Y I وإن كان متغير شريد من عدة المهم مضروب بال-I إذن ألاحظ أن الثلاثة Y هذا تخيلي استاذ ليش هذا تخيلي مضروب ب-I إذن هنا قيمة A ماتك هو الحقيقي اللي يمثل قيمة X ناقصا اثنين أما معامل I فهو الثلاثة Y يمثل قيمة B معامل I يمثل قيمة B اللي هو طبعا قيمته يساوننا ثلاثة Y شو دي شوف لي بعد سؤال آخر نفس هذا على نفس الوتيرة طف معش مثلا جانا خمسة X زائدا أربعة I زائدا ثلاثة YI زائدا سبعة وين A وين B بسيطة أجأ فصل أشوف الخمسة X بها I لو ما بها I ما بها I إذن هاي سمينا حقيقي الأربعة I هذا تخيلي الثلاثة YI هذا تخيلي بينما السبعة فهذا يعتبر جزء حقيقي زين إذن A ما تشقد والB تشقد A تساوي خمسة X بعد بعد زائل السبعة نعم زائل السبعة هذا الثنين الحقيقيات إذن ذن الثنينات هن إمثلا قيمة A عدد كامل هو قيمة خمسة X زائل السبعة لأن الثنينات ما به I هاي وحدة النقطة الثانية بابات اللي هي قيمة B قيمة B هنا عدنا تساوي الاربعة اللي هي هاي زائد ثلاث Y ذن الثنين التخييليات أنا التخيلي ما لدي نفسه لا أريد المعامل مات لأن قيمة B لكن لازم بالبداية أنا أحدد وين A وين B أو وين الحقيقة وين التخيلي أعيد كلامي أعيد لك المثال الأخرانيات المثال 11 X زائد ثلاثة Y I ناقص اثنين مثال بمتغيرات هذا إذن X حقيقي ما ب I والسالب الثنين أيضا حقيقي هذا ما ب I إذن ذن الثنين ثن سميناها A اللي هو X ناقص اثنين من إجيت للثلاثة Y بها A لو ما بها I نعم هاي قدام عينك I إذن هاي سمينا معامل أو هذه المقدار الجبري اللي هو الخمسة X زائد الاربعة I زائد الثلاثة Y I زائد السبعة وين A وين B لقص هنتلقص عليك يافك شوية شوية الخمسة X حقيقي ما ب I اربعة I تخيلي بها I ثلاثة Y I تخيلي بها I سبعة ما بها I إذن حقيقية إذن طلع لي بس الحقيقيات يابل A تساوي من الخمسة X زائد السبعة لأن ذن الثلاثينات ما بيهن I أما ال Y ثلاثة Y والأربعة ذن الثلاثين هن تمثل معامل I اللي يتمثل الأجزاء التخيلي إن شاء الله كلام واضح هذا كلام باباتي المقدمة اللي حتيناها كلها أريد أوصل لها الفقرتين هذن هذن آخر مثاليا لأن حقيقة نبحث موضوعنا ابن بابا نحن لازم نحل معادلات والمعادلات بها X و Y فلازم من اللحظة الأولى من الموضوع الأول تفتهم إنت شون تطلع الحقيقي وشون تطلع التخيلي شلون تطلع لأي وشون تطلع للبي فهاي العمل يا باباتي شون طلعتك يا من أول مثال إلى آخر مثال جبتك يا شوية شوية إلى أن وصلت للنتيجة الأرض وصل لها وهي شلون أطلع الأي والبي من معادلة اللي هي بها متغيرات بها X و Y فإن شاء الله هذا الكلام يكون واضح إن شاء الله الكلام يكون واضح ننهي محاضرتنا اليوم بهذا القدر من التمارين وإن شاء الله نشككم بخير وسلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا